جرائم كثيرة مارستها السلطة الحاكمة في لبنان بحق مواطنيها للمحافظة على الكراسي والمناصب لتتجلى آخرها بمحاولات إلغاء اقتراع المغتربين اللبنانيين الذي بدأت تلوح بالأفق مع اقتراب الانتخابات النيابية فسياسة جوع شعبك لا تسيطر عليه التي طالما اتبعتها أحزاب السلطة لا تنطوي على المغترب فهو لا تعنيه بطاقات تمويلية هزيلة ولا مزود إيراني يلعب دور البطل ولا شوية فرش دولار ليعيد انتخاب جلاده هؤلاء المغتربين اللي نحن كلنا منركض يدعموا الشعب اللبناني بالماديات ما ممكن بالمقابل أنه نمنع عنهم حقهم بالاختراب ونعرف أنه في كتير جهات سياسية مننا الصناع الشيعي ومننا ربما الطيار الوطني الحرب يعني يتوجسون ربما من نتائج الانتخابات مع كل التأكيدات والتطمينات أنه السناء الشيعي يطبق على الصوت الشيعي بشكل نهائي هؤلاء هنزاتهم بيهمهم أنه إذا صارت هذه الانتخابات تحت وطئة الضغوط الدولية وتحت وطئة المطالبة المطالبة الحازمة من الشعب اللبناني بإجراء الاستحقاق بموعده وهؤلاء يريدون أنه في حال أجريت هذه الانتخابات أن تجرى دون الصوت الاغترابي حجة كثيرة ستتبع للولوج بهذا القرار بدءا من الظروف اللوجستية والتقنية وصولا إلى التمويل أما الهدف فواحد تفخيخ الانتخابات والسيطرة عليها لأسباب باتت واضحة فصوت المغترب لن يصب في مصلحة أهل السلطة الفاسدة تلك التي دمرت حياتهم سيطرت على أموالهم ودفعتهم إلى الرحيل أنه أي قانون سيصدر يحرم هؤلاء من حقهم بالتصويت سيكون عرضة للأبطال أمام المجلس الدستوري وأكيد القوات اللبنانية ستدرس هذا الأبطال القانون يجب أن يصوت عليه بالمجلس النيابي وساعة إذن تخلي كل كتلة تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام اللبناني المقيم واللبناني المقترب وأمام المجتمع الدولي وأمام التاريخ أنه هوضيهن اللي عم بيحرموا فأة كبيرة من اللبنانيين من حقه بممارسة التصويت والاقتراع ليس مستغربا اتخاذ قرار كهذا من سلطة حاكمة آمرة ناهية طالما تحكمت بمصير بلد فهل سيسمح الاغتراب بسلب آخر ما تبقى له من الوطن؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة